مساء الله خير معاكو دكتور محمد عبد منعم. نهاردة هنكمل بازن الله المحاضرة التالتة بتاعتنا اللي اتشرحت قبل كده. اللي هي بتتكلم على انواع منظمات الاعمال. المحاضرة التانية اتكلمنا فيها على انواع منظمات الاعمال. واسمناهم لتلات معايير او اسمناهم لتلات معايير اول حاجة الشكل القانوني. وتاني حاجة الحجم وتاعت حاجة النشاط. ومازلنا لسه في الشكل القانوني. قلنا طبعا الشكل القانوني فيها تلات انواع. الشركات الفردية. والشركات التضامن. اه او شركات الاشخاص. والشركات المساعدة. فطبعا احنا مازلنا لسه في الشكل القانوني اللي هو دوت. تمام? وطبعا احنا لسه ما خدناش لسه الحجم خالص ولسه ما خدناش النشاط. وبعد دخلنا جوا الشركة المساهمة الحقيقة الشركة دي هي من أخطر أنواع الشركات لأن هي بتحمل جواها خصائص وصفات مش موجودة في أي نوع شركات تاني خالص الشركة المساهمة هي شركة مفيدة جدا ومهمة جدا وذات تأثير عالي جدا 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 في أي مجتمع أو في أي اقتصاد ولكن هي شركة خطيرة ليه؟ لأن هي بتحصل فيها أو بتحصل فيها حاجة مش موجودة في أي نوع شركة تاني اللي هو انفصال ملكية عن الإدارة يعني إيه الكلام ده؟ يعني في الشركة دي المالك مش هو المدير في النوعين الأولينيين شركة فردية وشركات الأشخاص دايما المالك هو المدير إنما في النوع ده المالك حاجة والمدير حاجة تانية خالص فالشركة دي بتدار من خلال مجلس الإدارة مجلس الإدارة ده مش هو الملاك أو مش بتكون من أي حد من الملاك ولو حصل إن أحد الملاك عضو في مجلس الإدارة ده بيبقى من قبيل الصدفة وليس من قبيل التخطيط ولكن أهم حاجة فيها بجانب ملكية عن الإدارة أو انفصال ملكية عن الإدارة هي إن هي كيان قانوني اعتباري يعني إيه؟ يعني الشركة تلوقتي دي بتفتح أو المؤسسين بتوحها لما بيروحوا يسجلوها في وزارة السمار بيسجلوا الشركة باسمها يعني مثل شركة موبنين شركة فودافون شركة العمرية للأدوية يعني شركة فاركو الأدوية هي شركة اسمها شركة مساهمة يعني كيان قانوني مستقل مستقلة عن مين؟ مستقلة عن ملاكو فممكن الملاك يروح وييجوا في الآخر الشركة مكملة معيها عادي جدا لأن هي ليها ليها فايل مستقلة عند الحكومة يعني هي كيان اعتباري بتخاطب الناس باعتبرها شركة مثلا اسكندرية أدوية وبترفع عليها أواضي باعتبرها شركة اسكندرية أدوية بالتالي هي كيان مستقلة كأنه بالزبط كيان حي بالزبط الخاصية التانية إن الشركة دي بتغضع لقواعد قانونية معاقلة ما اللي بتضعها؟ الدولة ليه معاقلة؟ لأن لازم الدولة تتأكد إن الشركة دي مشي مزبوط وتم تأسيسها بشكل مزبوط بسبب الايه؟ بسبب العنصر ده اللي هي انفصال مكياع الإدارة يبقى أنا كده كدولة لما يجي بحط قواعد معاقلة لتأسيس هذه الشركات فأنا باحمي مين؟ باحمي الملاك اللي هما بيدفعوا فلوس وبيستنوا آخر السنة عشان ياخدوا أرباح من الشركة وهم بعيد تماماً عن إدارة خاصة بالشركة بالتالي طبعاً لازم في أي دولة الدولة تتحقق وتتأكد من إيه؟ إن الشركة مستوفية كل الشروط وأكذا مش بس كده كمان ده الخاصية التالتة إن النظر من الشركات بيجي لها عدد كبير جداً من الملاك عدد كبير جداً من الشركاء وبالتالي عندها خاصية تشتت الملكية يعني الشركة الفردية دي مالكها واحد شركة الأشخاص ممكن من اتنين مثلاً لخمسة ستة سبعة بكتير إنما الشركة المساهمة دي الحقيقة بيمتلكها الناس كتير جداً ليه بقى؟ لأن الشركة دي رأس مالها مكون من ايه؟ مكون من حصص متساوية الحصص دي اسمها أسهم اللي هي يعني ايه سهم؟ يعني مثلاً أنا عايز أعمل الشركة مساهمة رأس مالها مثلاً يعني مليون جنيه طيب فأنا واحد صاحب الفكرة رحت أسجل للشركة عند وزارة السمار وقلت له ما سمحته أنا عايز أقسل الشركة مساهمة ورأس مالها مليون جنيه ساعتها الوزارة تقول لي يبقى خلاص أنت حول مليون جنيه دول لحصص متساوية اسمها أسهم يعني ايه أسهم؟ يعني مثلاً هقول إن السهم بعشرة جنيه يبقى أنا كده محتاج مليون جنيه أقسم على عشرة جنيه هيديني مئة ألف سهم يعني مئة ألف سهم؟ يبقى أنا يا أنا حاخد تصريح من الحكومة إن أنا أبيع مئة ألف سهم للناس مين الناس؟ مين بقى الناس دول؟ أي حد بقى واب دكتور جامعة مهندس صيدالي دكتور بشري واحد عنده محل في الآخر كل واحد عنده الفرصة إن هو يشتري اسهم يشتري اسهم دي معناها إيه؟ معناها إن هو أصبح مالك من ملاك الشركة ولكن خليبها لكم مالك إيه؟ مالك لا يدير يعني لا يدير يعني درجة ده لو اشترى سهم ما يقدرش يروح الشركة ويقول لهم أنتوا بتعملوا إيه؟ لأ ده فيه آليات قانونية معينة في الآخر إن المالك ده بيروح بيروح أول كل سنة بيكتموا مع بعضهم كده يا كل ملاك بيكونوا حاجة اسمها الجامعية العمومية زي يعني زي نادي بالزبط كده والجامعية العمومية دي بتنتخب مجلس إدارة لإدارة الشرك وتستنى آخر السنة والله لو تعمل أرباح مردية بالنسبة لهم حنجدد لمجلس إدارتين اتعمل خسائر أو أرباح مش كبيرة بالنسبة لهم حيتم سحب استقع مجلس إدارة ونختار مجلس إدارة تانية وهكذا يبقى أنت هنا كمالك أنت دورك هنا عبارة عن إيه؟ دورك أنك بتروح الشركة مرتين في السنة مرة في أول السنة ومرة آخر السنة أول السنة بتختار مجلس إدارة آخر السنة بتختار مجلس الجديد وبتاخد جزء من أرباح اسم توزعات أسهم بأن إحنا بقى إيه؟ الأرباح للشركة بنقسمها عادل أسهم وندي كل واحد نصيبه من الأرباح السناني وبالتالي أنت بتدير بشكل غير مباشر يعني بشكل غير مباشر يعني أنت بتجيب اللي يجير مكانك أو بتجيب اللي يحل محلك لحد ما مثال مثلاً أنت عايز تخش بزنس بس البيزنس ده عايز استثمارات ضخمة زي مثلاً الأدوية زي زي مثلاً اتصالات فأنت أكيد محتاج تضخ فروس كتيرة جداً طب أنت تلوقتي واحد هتجيب مثلاً مليار جنيه منين ولا اتنين مليار جنيه منين عشان تعمل شركة أدوية ولا شركة بالصلاة ولا شركة بترول ولا 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 فطبعاً تضطر أنك تعمل شركة مساهمة وتخلي الجماهير أو تخلي الناس كلها تشارك معاك بس طبعاً بنفس الطريقة اللي احنا قلنا عليها من شوية لما أتكلم بعد المزاياكات الشركة مساهمة هي في واقع الأمر هي العيوب بتاعة الشركات التانية بس معكوسة نفس المحاور بالزبط يعني هنا هتكلم على المسئولية هتكلم على سهولة التمويل هتكلم على إمكانية نقل ملكية هتكلم على عمر الشركة هتكلم على الكافئة اعكس بقى العيوب كلها بتاعة اللي فات وحطها هنا مزايا يعني ايه؟ يعني مسئولي واحد اشترى سامي في الشرك والراجل ده بيروح ملاطي في السنة بالمنطقة لحيكون مسئول أكيد الإجابة لأ يعني مش يكون مسئول يعني الملاك مسئولين مسئولية محدودة قانونا ومسئولية مالية محدودة أنا دفعت عشرة جنيه تمن سهم معين والله لو الشركة خسرت أو عليها ديون فأنا أقصى حاجة أقصى هي العشرة اللي دفعتها حتى لو أنا مليونير مثلا برقص إنما أنا مش ملتزم أدفع ايه؟ أدفع ديون الشركة وطبع منطقيان مش أنا لبزير لو الشركة قدمت منتج ولا حاجة معيوب ولا حاجة حد مات يبقى يبقى إدارة الشركة هيا لتحاسب مش ايه؟ مش الملاك فأكيد طبعا دي من ضمن ما زال اللي عندي الميزة التانية هي سهولة التمويل ليه؟ لأن الشركة مساهمة نتيجة إن هي شركة ضخمة وشركة كبيرة وشركة متسجلة عند الحكومة باسم كيانة اعتباري مستقل أو يعني كشخصية اعتبارية فالشركة دي الحقيقة عندها مصادر التمويل متعددة ما بتغلبش يعني ايه؟ لو حابت تاخد كارد البنكة حيرحب جدا لأنها شركة مضمونة متسجلة عندها أصول ضخمة لو لو حابت تبيع قاسهم للناس إنها تطلع قاسهم جديدة أو تزاود رأس المالها ممكن جدا لو حابت برضو تبيع سندات اللي هي كأنها بتبيع يعني سكوك ميدونية للناس يعني زي يوم زي البنك بس بدا ما استرف البنك استرف من من أشخاص بعلوم حاجة اسمها ساند يدي ورقة مالية برضو متعرف عليها عادي جدا ممكن نحصل على كارد برضو عادي جدا مفيش أي مشكلة خلص بالنسبة لي الشركة دي لما بتقول آآ يا فلوس يا تمويل بيبقى بالزبط كده كأنها طرق واحد من الفانوس قالها شوك بك لوب بيك انت عايز اجيب الفلوس دي منين وأنا معاك برضو في كل الأحوال الحاجة التالتة هي نقل ملكية في الشركات القبل كده احنا قلنا ان انت عشان تريد الملكية دي عملية صعبة جدا ولازم تاخد موافقة ايه لازم تاخد موافقة البلأك التانين هنا بقى انت تلوقتي انت لو واحد مع سهم عايز يبيعو ولا محتاج موافقة الشركة ولا محتاج موافقة اي حد خالص حيروح كده منطقة ببساطة سوق سوق الاوراق المالية اللي هي البرصة حيروح يبيع السهم كده منطقة ببساطة صباح الخيط صباح النور انا عايز بيع السهم ده اتفضل عايز يبيعه بكامب عشر بعشرين بتلاتين جنيه هات السهم وايه وتفضل تلاتين جنيه بتوعك الله طب موضوع سهري جدا ليه لان السهم هنا لحامله يعني لحامله مش محتاج تاخد موافقة خالص لبيعه اسهل حاجة في الدنيا انك تبيع سهم او تشتري سهم وبالتالي لو لو تلاحظوا ان بالطريقة دي الملاك دايما بتغيره يعني مسلا لو انا مسلا في الفين وعشرين حالية ملاك الفين خمسة وعشرين حالية ملاك تنين خالص لان كل واحد عمال يبيعه واشتريه وهكذا يعني الحاجة الرابعة هي عمر الشركة دي طبعا هي كيان مستقل كيان اعتباري مستقل مع نفسه فأكيد عمر الشركة ممتد فلو واحد مثلا انت مثلا لو معك سهم بعشرة جنيه او واحد معه سهم بعشرة جنيه او بخمسين جنيه او ميت جنيه ومسلا ومات هل ده يفضل الشركة مساهم فيها اكيد لا لانوافر الاخر هي ايه هي كيان اعتباري منفصل عن ملاكه الملاك ماتت بقى الملاك عيت واحد مات اتنين مات عشرة ماته وفي الاخر انا الشركة مكملة لان هي منفصلة تماما عن العمر بتاع الملاك بتاعها الخاصية الخامسة او الميزة الخامسة طبعا الكفاءة انا لما بدي الشركة مساهمة اكيد انا بجيب ادارة محترفة يعني يعني ادارة محترفة يعني ناس فهمة يعني مثلا شركة موبنيل لما فتحت في الاول خالص ساعة سبعة وتسعين انا باعتقد يعني تمام رغم ان هي كان بيملكها ساعتها نجيب سويرس بس هو جاب لها واحد محترف في دير الشركة واحد عنده خبرات في شركات التزارات في العالم كان اظن اسمه عثمان سلطان تقريبا فبالتالي هو بنجيب ناس محترفين مجلس الادارة اللي بيتم بتاعينه ده ده ناس مش بتلعب الناس دي عندها مهارات متنوعة لانه في الاخر هو بيتدير فلوس مش بتاعته فلازم طبعا يبقى ناس فهمة وعلى درجة كويسة جدا من المعرفة والمهارة والوعي عشان يقدر انه هو يحافظ على فلوس الملكة ولكن طبعا اكيد الشركات المساهمة زيها زي اي شركة عندها مشاكل وعندها عيوب ومشاكل نقول التأسيس الربح الدرائب دول تقريبا ان هما نفسهم زي في الشركات التانية بره نخدهم واحدة واحدة التأسيس صعب جدا صعب جدا انك تعمل الشركة مساهمة ومش مستحيل بصعب يعني فيه تعقد في الاجراءات فيه تعقد في المستعملات المطلوبة وفيه طول في الزمن ممكن تصل تأسيس الشركة بياخد وقت كبير جدا وبتقدم آآ مستعملات كتيرة جدا وبتعمل خطوات كتيرة جدا وطبعا ده ليه يعني ليه تبرير ان هو الحكومة عايزة تضمن ان الناس دي ماشي مزبوط مش ناس نصابة مش ناس آآ لازم نتأكد من الهوية بتاعتهم لازم نطلب منهم يعني يا دوكيمنتس ومستعملات كتيرة جدا عشان نتأكد ان الناس دي فقا مزبوطة وموافقات بقى امنية طبعا وحاجات بره كتيرة جدا بتتمع علشان في الآخر انا اضمن فلوس الملاك العيب التاني طبعا ان الربح بيتمي توزيعه على عالة كبير جدا من الملاك يعني ايه يعني انا باخد الريح بتاع كل سنة بقسمه على عدد الاسهم بتاعتي فممكن مسلا تلاقي السهم الواحد مسلا نصيبه اتنين جنيه فانت عشان يعني تبقى مالك كده بمزبوطة اكتباء جايبه همه هم معنى صح يعني ممكن مسلا يكون عندك الف او خمس تلاف سهم فلما ضر خمس تلاف مسلا في اتنين جنيه يبقى انا كده جالي عشرة يعني عشرة تلاف جنيه ارباح في السنة ده طبعا مبلغ ضعيف فليه لان انا عندي ملاك كتير جدا حاجة التالتة او العيب التالت هو الدرايب فيه عند الشركة المساهمة حاجة اسمها ازدواج ضريمي يعني ايه طبعا الشركة المساهمة هي شركة اعتبارية كيان اعتباري مستقل فالشركة دي الحقيقة بتغضع او الربح بتاعها بيغضع لنعم الدرايب الشركة قبل ما توزع الارباح بتاعتها على الناس بدفع درايب طب بتدفع يعني ايه يعني لازم كلها عندها محاسب او يعني محاسب قانون الشغال وبتعمل قوان مالية وتروح كده عند الدرايب وانفضلك انا عايز ادفع حاجة اسمها ضريبة للشركات المساهمة تم كده انت كذبان مثلا كام مثلا يا كذبان ميت مليون جنيه طب الدرايب ثلاثين في المية او الدرايب عشر في المية او عشرين في المية فانا هاخد منك عشرين مليون جنيه والباقي ده وزع على الناس لما يتوزع بقى مواطوات كل مالك او كل مساهم حيقدم اكرار اخر السنة فحيذكر فيه ان هو ان هو جاله ارباح من شركة مثلا كذا فطبعا برضو بيدفع ضريبة اسمها ضريبة ايه ساعتها الدخل فكأن الحتة دي مقصوب بها ايه مقصوب بها ان الربح بتاعك ده او الربح شركة المساهمة بتدفع ايه ضريبة مرتين مرة قبل ما يتوزع ومرة ايه طبعا مرة بعد ما يتوزع الحاجة الخامسة العلاقة ما بين الملاك والادارة دايما في الشركات المساهمة دي علاقة متوترة يعني ايه يعني العلاقة بينهم مش علاقة كويسة رغم على فكرة ان الملاك هما اللي بيجبوا الادارة بس حط نفسك كده مكان المالك هو المالك بيستهدف لايه المالك بيستهدف لايه تعظيم الارواح بتاعته جميل طيب والمدير بيستهدف لايه اكيد طبعا عايز يكسب الشركة بكل حاجة بس المدير برضو اكيد عايز يستهدف ان هو ما يزودش الخطر او الرزق بتاع الشركة لدرجة انه ممكن تنهار فدائما بيحصل خلاف ما بين الملاك والادارة بسبب انخفاض الثقة بينهم يعني مثلا على سبيل المسال زي ما قلت في المحاضرة كده لو شركة مثلا اتصالات مصرية عندها فرصة انها تعمل اه يعني شبكة اتصالات في دولة متنين ممكن تروح العراق تمام وساعاتها هتكسب كتير جدا انها هتبقى هي الشركة الاولى في العراق او الشركة التانية ماسا في العراق او ممكن تروح دبي وساعاتها هتكسب قليل عشان ساعاتها اه هتبقى الشركة الخامسة هناك طبعا المالك يهمه جدا يقول لك خلاص روح العراق لان انا هكسب اكتر فلا ما اكسب اكتر انا هيتوزع على مبلغ اكتر بس المدير هقول لك لا ممكن نروح دبي لان انا كده انا مش عايز ازود الرزق قوي فالشركة بتاعتي تقع فدائما بيحصل هنا نعمة انواعها طبعا الخلاف ما بين الاتنين بتلاقي دائما الملاك عايزين بالشركة تاخد قرارات معينة ويتمنوها والمالك طبعا صري والمدير طبعا اكيد بيبقى ليه عند وجهة نظر تانية عشان ايه يأمن نفسه ويأمن الشركة بقدر امكانه دول طبعا التالت انواع اللي احنا خدناهم اللي هي الشركة الفردية والشركة الاشخاص والشركة المساعة ده كده وفقا للشكل الايه للشكل القروني طيب الرسمة بقى دي او البيانات دي عايز تقول لك ايه بتقول لك هنا الحقيقة بتقول لك الواقع ازاي لو بصينا على الشكل الاولي ده كده بتكلم على النمر عدد الشركات اللي في العالم عدد الشركات دي لفي العالم دي بتصنفها حسب الشكل القانوني اتنين وسبعين في المية دي شركات فردية يعني الشركات الفردية بتمثل اتنين وسبعين في المية من اجمالي عدد الشركات في العالم. تمام؟ والشركات المساهمة بتمثل 20% اللي هي بالاخضر. والشركات بتمثل 20% يبقى من حيث العدد الشركة الفردية هي رقم واحد. طيب نروح بقى على النيت انكم او النيت بروفت ده بالبليون. الشركات المساهمة رغم ان هي عددها 20% يعني يعني في مركز التاني. بس الشركات دي بتكسب 66% من اجمال ريح بتاع العالم. يعني اكتر شركة بتكسب في العالم هي الشركات المساهمة. يليها مين? يليها الشركات الاشخاص يليها الشركات الفردية. طبعا دي مفارقة غريبة جدا ان هي اكبر من العدد اكبر من حيث العدد بس الاقل من ايه? ها? الاقل من حيث الدخل او صافي الربح بتاعها. نروح بقى للسيلز او المباعات. هتلاقي ان الشركة المساهمة طبعا مستحوزة على نصيب الاسد 85% والاشخاص طبعا 10% والفردي هي اربعة في المئة. واضح طبعا جدا من الاشكال دي كلها او من الاحصال طبعا دي كلها ان الشركة الفردية هي الاكثر عددا. وطبعا دي ميزة ان هي بتنتص عمالها وتشاكلها لناس وكل حاجة بس تأثيرها او تمتحها بالمزابتة النيت انكم والسيلزة طبعا بتبقى ضعيفة جدا هي في المركز الاخير. والشركة مساهمة على الرغم ان هي الشركات عددها قليل بس في نفس الوقت الحقيقة هي الشركات اللي بتكسب اكتر وهي الشركات اللي بيتبيع اكتر. لو بقى خدنا النوع التاني. اللي هي انواع منظمات الاعمال حسب الحجم. لحظوا كده احنا نتكلم معيير. وفكا للشكل القانوني تا كده خدناه. المعيار التاني هو معيار الحجم اللي هو الصيز. الحقيقة طبعا لو فتحنا اي كتاب بيزنس حلاقي ان التصنيفات كثيرة جدا. بس تصنيف اتحاد الاوروبي هو يمكن انا لقيته ان هو الانسب والاكثر وضوحا يعني. اتحاد الاوروبي بيصنى في الشركات لاربع انواع وفكا للحجم. اول نوع هي شركات متناهية الصغر. مايكرو انتر برايز مشروع متناهية الصغر. تقريبا مش متشاف يعني. بعد كده بيتكلم على الشركات الصغيرة الصغيرة. السمول انتر برايز. بعد كده قال لك فيه شركات متوسط الحجم. ميديم صايز. وبعد كده عندك شركات لارج او شركات عملاقة او شركات كبيرة. لما اجي هنا قسم المعايير او انا حارف ازاي دي متناهية صغر او صغيرة او كبيرة او او او. انا هنا دايما اتحاد الاوروبي بيبص على حاجتين. بيبص على عرض العمال او العمال اللي عندها. هو بيبص على حجم الاعمال او حجم المبعات بتاعتها. يعني مسلا على. لو خدنا الشركة متناهية الصغر. المايكرو دي الشغال فيها اقل من عشرة. وبتعمل مبعات سنوية اقل من اتنين مليون يورو. يعني لو احنا لو احنا قلنا انا في مصر مسلا بالعملة المصرية بتاعتنا. يبقى المشروع متناهي الصغر ده اللي فيه عرض عمال اقل من عشرة. وبيبيع في السنة بقل من اتنين مليون جنيه. ده طبعا مبلغ عالي جدا طبعا بالنسبة للأوضاع عن اللي في مصر. لو شركة بقى صغيرة. الشركة دي عرض عرض العاملين فيها من عشرة تسعة واربعين. يعني بدقة من عشرة كده حل قادر من خمسين لحل تسعة واربعين. وبتبيع في السنة من اتنين مليون يورو لعشرة مليون يورو. انت كده لو انت بتبيع من يعني مسلا خمسة مليون يورو مسلا بعد في السنة. يعني مسلا نتكلم حوالي في ميت مليون جنيه مصري. انت كان مشروع صغير جريبة جدا طبعا من لسبة اتحاده اوروبي. لو حنقسم حسب او حنروح لشركة متوسطة الحجم. دي مشغلة من خمسين لعالي ملتين وخمسين. وبتبيع في السنة من عشرة الى خمسين مليون يورو. طبعا الشركة الكبيرة او الشركة الكبرى هي اللي بتشغل اكتر من ملتين وخمسين او ملتين وخمسين فاكثر. وبتبيع في السنة خمسين مليون يورو او اكثر. دي طبعا تصنيفات الشركات من حيث الحجم وفقا لاتحاد الاوروبي. التصنيف الاخير اللي هو بتكلم على حجم او وفقا لنوع النشاط او الاكتيبيتي. ده ورد ده برضو من التصنيفات الواضحة جدا بس لازم نفهم الفكرة بتاعته مش هزاي. فيه دهات انواع من الشركات وفقا لطبيعة النشاط. فيه شركات خنمية وتجارية وصناعية. يعني يعني service company, merchandising companies, manufacturing companies. ايه الفرق بينهم? الفرق فيه نوع المنتج اللي بتقدمه. the type of the product. او المنتج ده كمان بتقدمه ازاي. او خدنا الشيكات الخدمية. هي بتستخدم العاملين عشان تقدم منتجات غير ملموسة. يعني غير ملموسة انت مثلا بتروح تاخد خدمة معينة. حضرت محاضرة في جامعة او حضرت حصة في مدرسة او روح تقسة الضغط مسلا في المستشفى. فانت في الاخر خدت خدمة غير ملموسة. حاجة intangible يعني. زي مسلا مكتب المحامي. زي البنوك. زي الجماعات. في الاخر الخدمة دايما بتتقدم من خلال العاملين. يعني يعني انسى سبوت كده. يعني يعني في وقتها. مش بتطرى تخزنها وتطرى بيحها بعد كده. هو انت بتروح تحت المحاضرة في انت كده خدت محاضرة live تلوقتي حالا. التحدي طبعا الاتبر هي صعوبة في تنمية مستوى الخدمة. يعني ايه? انت ممكن تخش بنك النهاردة عشان تحصل على خدمة معينة. او تروح مثلا لمكتب محامي مسلا مسلا تحصل على خدمة معينة. فانت النهاردة لقيت المحامي قاعد فاضي فبيسبع لك. فاديك خدمة معينة. اديك مشورة معينة. روحت له تاني يوم لديته زحمة. فانت ما حصلتش على نفس مستوى الخدمة انت حصلت علام بها. ليه? لان الخدمة اساسها هي في التفاعل المباشر ما بين العاملين والعملاء. طبع ما هو تفاعل مباشر فاللقطة ما بتتعدش. يعني ايه? يعني في عدم سبات في مستوى الخدمة. التحدي الاكبر بقى هو ايه? هو انك ازاي تنمط ها? مستوى الخدمة. ازاي ده تخليه بتنمط? بتنمط يعني ايه? تقريبا يبقى متشابه. والنوع التاني من الشركات هي الشركات التجارية. طبعا دي بتبيع منتجات منموسة بس هي في الاخر هي عبارة عن وسيط. وسيط يعني ايه? يعني شركة بتشتري منتج نهائي او شبه نهائي من مورد وتبيعه لعمل نهائي. اللي هو عبارة عن وسطاق. يعني كأنه وسيط. وسيط يعني ايه? يعني تاجر جملة او تاجر تجزئة. يعني ايه الكلام ده? يعني تاجر الجملة هو مسلا سيه مسلا بيشتري السمنة بكميات كبيرة في شكل كاراتين كبيرة. وبعد كده بيبيعها تاجر التجزئة في شكل كاراتين اصغر. وتاجر التجزئة بيبيعها للجمهور مسلا او للعميل في شكل علم سمنة. في الاخر المصنع طلحها بشكلها كده ولا واحد من دول غير في الشكل. فهو في الاخر اشترى ايه? منتجات نهائية. اه ممكن يبقى المنتج مش نهائي مسلا سيه مسلا اشترى مسلا جبنة تركي اه مسلا فراح راح مقطعها للعميل نهائي. فهو في الاخر هو منتج شبه نهائي بس عمل كده عملية بسيطة جدا ان هو غلفاله بشكل افضل او اطحاله بشكل افضل اكده. في الاخر هو عبارة عن منتج نهائي. والشركة التجارية هي شركة بتاجر مش بتصنع. بتاجر يعني ايه? يعني هي عبارة عن موسيط بتوصل المنتج من مكان للمكان. لو خدنا بقى الشركات الصناعية اللي هي منفاكشن دي طبعا بتبيع منتجات ملموسة بس بقى دي بتعمل عملية تصنيع كاملة. يعني هي عملية تصنيع كاملة? يعني بتشتري مادة خام وتحولها منتج نهائي. دي بقى اللي هي اللي بتبزل طبعا الجهد الاجبر. يا مثلا زي مثلا شركات الاسمانت زي الادوية زي الحديد في الاخر انت بتشتري مادة خام بتعمل لها عملية تصنيع. عملية بتحولها منتج نهائي. بتباعة بقى من خلال بيع مباشر او من خلال بيع وسطاء. وبالتالي طبعا هي عبارة عن شركة بتقوم او بتضيف قيمة موضافة عالية جدا للمنتج بتاعها. يبقى انا كده عندي شركة اه خدمية وشركة تجارية وشركة صناعية. انا في الاكسرسايز ده. فيه عندي شاكتين. فيه شاكة فارق والادوية فيه صديقت بروا المحدي. وفكة طبعا الشكل القانوني لو خلنا شركة فارقو اللي هي طبعا الاولية دي خلاص كده. تمام? وفكة الشكل القانوني اكيد شركة فارقو هي شركة مساهمة. وفعن يعني شركة مساهمة يعني رأس مالها محول لأسهم. وفكة للحجم طبعا اكيد هي شركة كبيرة. طبعا انا في امتحال لو جبتها لك طبعا كده. هقول لك الارقام بتاعتها يعني اقول لك مسلا عندما باعات كزا عند عرض عمال كزا. وفكة للنشاط اكيد هي شركة صناعية. طبعا دي واضحة جدا وستريت فورورد ولا فيها اي مشكلة خالص. اذا هي شركة مساهمة. شركة كبيرة. والشركة الصناعية. صديقة مروة مهدي او صديقة خليل او اي عاملة ازاي. حقول لك مسلا سي مسلا بتبيع في السنة مسلا مليون جنيه. مليون جنيه طبعا ده اه اه اقل من اتنين مليون اللي هو اول نوع شركات طبعا فهي ممكن تبقى شركة متنهية الصغر. النشاط بقى دي فيها شغل كتير جدا. ليه? لان الحقيقة الصديقة مروة مهدي عندها اتاعت انواع من انشطة. واي صدرية. يعني مثلا لو انت دخلتت لها عشان تقيسي الضغط. فهي ساعتها وهي بتقيسي الضغط. هي منظمة خدمية. طيب دخلت عشان تجيب دوة. الدوة ده متغلف ومتعلب. جاهز. فدخلت كاية السيدالي فراح يفتح الدولاب وجاب لك الدوة قال لك اتفضل. فهي كده منظمة تجارية او شركة تجارية. طيب دخلت عشان عايز دوة تركيب. فالسيدالي خدل منك الرشدة. ودخل المعمل. راح مركب لك مادة معينة مع مادة تانية حطى لك في ازازة والدهالة. هو كده عمل عميل تصنيع حول مواد خام لمنتج نهائي بالتالي هي منظمة او شركة صناعية. ازا الصدريات حقيقة بتقدم التلاتة انواع من الخدمات. ليه? لان في الاخر هي بتقدم التلاتة. ففي امتحان انا هقول لك ايه? هقول لك مثلا انك بتقيسي الضغط بتقيسي السكر ده ينطبك عليها ايه? او بتشليل منتج نهائي مثلا ده ينطبك عليها ايه? او مثلا بمسلا بشليل دوة تركيب فده ينطبك عليها هل هي صناعي ولا تجاري ولا خالمي. ده كده نهاية الفصل الاول اللي هو طبعا كده اتاخد على محاضرتين. فاتمنى طبعا ان يكون الناس ما حضرتش المحاضرة او الناس حتى اللي حضرت استفادوا طبعا بقعدت الشرح في المحاضرة كده تاني. وباذن الله كده المرة الجاية باذن الله هنكمل او هنخش في الفصل التاني اللي هو بتكلم على التاريخ بتاع الادارة ويعني ادارة ويعني مدرين وهكذا.